وفي ظل تغيرات مناخية تطال أثارها مختلفة دول العالم تتخذ الدولة ما يلزم من إجراءات لخفض الانبعاثات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة اهتمام انعكس من خلال تأكيدات رئاسية على أهمية تقضية التغير المناخي وما تسبب به من تحديات أمام الدول النامية وخططها للتنمية المستدامة اهتمام كبير توليه مصر في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على حياة البشر وخلال السنوات الماضية اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التنفيذية في إطار خفض الانبعاثات ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي باتت تهدد مستقبل العالم أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف الدرجة مئوية مطالبا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولي يضمن تحقيق هدف عالمي يحد من الانبعاثات الضارة فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفا عالميا حول التكيف ويضمن الاتزام بأن لا تزيد حرارة الأرض على واحد ونصف درجة مئوية وعدم تحويل عب خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وخلال اجتماع مجموعة السبع والسبعين والصين الذي انعقد أواخر سبتمبر عام 2018 أكد الرئيس سيسي أن قضية تغير المناخ تمثل تحديا يواجه الدول النامية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وأشر إلى أن مصر تبذل جهودا ومساعي كبيرة من أجل دفع الجهود الدولية لتنفيذ بنود اتفاقية باريس لتغير المناخ وفي أواخر أغسطس عام 2019 ألقى رئيس سيسي كلمة أمام قمة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتس بفرنسا أكد خلالها أن قضية تغير المناخ تعتبر من أخطر القضايا لما تمثله من تهديد مباشر للجميع وهو ما يحتم رفع مستوى الطموح والتعهدات بضرورة التصدي لتلك القضية بجانب تنفيذ الالتزامات الحالية خطوات القيادة السياسية بدأت ملموسة وواضحة في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال عدة مسارات تحركت فيها الدولة من منطلق اهتمامها بهذه القضية ولكونها تقع في صدارة أولوياتها وهو ما أكد عليه الرئيس سيسي خلال كلمته في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ على هامش أعمال الدورة السادسة والسبين للجميع العامة للأمم المتحدة لقد جاء التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ليؤكد أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة إذا ما كنا ننشط تحقيق هدف الواحد مصد درجة مهوية الذي نص عليه اتفاق باريس وعليه فإن مصر تؤكد على أهمية تحمل دول المتقدمة لمسؤلياتها في خفض الانبعاثات بما في ذلك من خلال تحديث مساهماتها المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس وتحظى مشاركة مصر في قمة كوب 26 للمناخ بمدينة جلاسكوب بسكوتلندا بأهمية كبيرة بعد الإعلان رسميا عن اختيارها كمرشحة لاستضافة القمة السبع والعشرين في عام 2022 ممثلة لقارة أفريقيا كبيرة أفريقيا شكرا